وفي السياق ذاته أكد بشار جرار عضو الحزب الجمهوري الأمريكي خلال مداخلة مرئية في البرنامج أنه لا يمكن الوثوق بالوثائق المزورة أو بمحاولة الضغط على المحاكم الدولية والقضاة الدوليين لأن يتم تغيير حقائق الأمور كما توارثها الناس ويعلمونها لأجيالهم جيلا بعد جيل من حصل الحظ عندما تكون الروايات التاريخية الموفقة بشهود ما زالوا على قيد الحياة يشيرونها إلى حقيقة لا نقول ما هو مرسوم بالخرائط على الأرض وعلى المياه وإنما أيضا من روايات تتعلق بأجداد وأحفاد وأبناء عاشوا الرحلات الصيد البحري مثلا وهي مصدر القوت الوحيد وليس فقط الرئيسي لهؤلاء يعلمون أيضا أن لا يمكن لا بوثائق مزورة ولا بمحاولة الضغط على المحاكم الدولية ولا على قضاء دوليين أن يغيروا من حقائق الأمور كما يعلمها الناس وتولوثوها جيلا بعد جيل فالمسألة نعم للأسف هناك نوع من التردد والعدام الحزم في قضايا قضائية يعتقد للأسف بعض القضاء بأن ذلك سيوفر فرصة ما للتراجع من طرف المعتدي للتراجع إلى المنطق والاحتكام إلى الحق وإلى العدالة من خلال التفاوض المباشر هذه نوع من إتاحة الفرصة للعمل الدوليماسي أن يحقق ما يفشل فيه القضاء ولكن المعروف العدالة الرمز للعدالة أن تكون معصبة العينين بمعنى أنها لا تنحاز لأي طرف لا لهذا والإذاك إنما تنحاز فقط لصاحب الحق